بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم في خدمة دروس في هذا الدرس للصف الأول متوسط في الفصل الدراسي الثاني في مادة لغة الخالدة موضوع درسنا لهذا اليوم هو نص الاستماع العمل ثروة نشاهد أهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع منك في نهاية الدرس بإذن الله الإنصات والتفاعل وكشف القيم الصريحة وبيان أثر القيم السلبية على المجتمع والتعرف إلى غرض الكاتب من خلال السياق والحكم وفق مبدأ الطريقة وضوح أو غمو نشاهد التمهيد أقرأ الطرفة التالية ثم أكتب أهم ثلاثة أمور أتمنى أن يرزقني الله نقرأ الطرفة قال ملك لوزيره ما خير ما يرزقه العبد قال عقل يعيش به قال فإن عدمه قال أدب يتحلى به قال فإن عدمه قال مال يسره قال فإن عدمه قال فصائقة تريح منه البلاد والعباد طيب نشاهد هنا أهم ثلاثة أمور أتمنى أن يرزقني الله إياها من خلال هذه الطرفة نعم الأول العقل الثاني نعم الأدب والثالثة المال أحسنتم بارك الله فيكم مشاهد هنا أستمع للناس ثم أتعاون مع مجموعة لتنفيذ النشاطات التالية نستمع إلى النص عندما شعر أحد الآباء بدنو أجله نادى ولده بجانبه وقال له لا تقل إن أباك لم يترك لك ضياعا أو قصورا فها أنذا تاركك وفي يدك صنعة وفي بدنك صحة وفي نفسك أمانة وحسن سمعة ليس المال كل شيء في الحياة يا ولدي بالمال الوافر تستطيع أن تشتري أحسن الغذاء لكنك لا تستطيع أن تشتري الرغبة في هذا الغذاء بالمال الوافر تستطيع شراء أنذر الدواء لكنه يعجز أن يقدم لك الصحة والعافية وبالمال الوافر تستطيع أن تستأجر عمالا يعملون عندك لكنك لا تستطيع أن تشتري إخلاصا وأمانة وأنت يا ولدي قادر على العمل اليدوي الناجح المثمر ما دام في يدك صنعة وفي بدنك صحة وفي نفسك أمانة وحسن سمعة والعمل شرف والعمل كسب والعمل ثروة وهذا العمل يجعلك بعيدا عن أنياب العوز والحاجة وعندئذ تكون السعادة والراحة والطمأنينة في متناول يدك ولهذا أصيك يا ولدي بثلاثة أمور أصيك بصناعتك فصناعة في اليد أمان من الفقر وأصيك بصحتك فهي درعك وسندك وأصيك بالأمانة وحسن السمعة فهي لأمثالك كنز وثروة ها هي ذي نصيحتي يا بني قلتها لك قبل أن تأتيني منيتي على حين غره وأنت إذ عملت بها فزت بالسعادة والراحة والطمأنينة انتهى هذا النص يا أبنائي أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا النص نبدأ في التدريبات والأسئلة المتعلقة بهذا النص أولا أتذكر الأمور الثلاثة التي أرى أنها تساوي القصور ما هي الأمور الثلاثة التي ذكرها الأب لابنه وهي تساوي القصور نعم أحسنتم في اليد صنعة والثانية ها في اليد صنعة والأخرى نعم وفي البدن الصحة والأخيرة نعم أحسنتم في النفس أمانة وحسن سمعة أحسنتم بارك الله فيكم أتذكروا أن التحضير هو الحث على اكتساب شيء ما أو الحث على القيام بأدائه التحضير ما هو؟ الحث على اكتساب شيء ما أو الحث على القيام بأدائه طيب أضع علامة صح عن يمين العبارة التي ورد فيها أسلوب تحضير وأبين الأمر الذي حظ عليه نشاهد هذه العبارات الثلاث ونبين أي من هذه العبارات الثلاث فيها تحضير أو أسلوب تحضير الأولى لا تقل إن أباك لم يترك لك ضياعا ولا قصورا هل فيها أسلوب تحضير هنا؟ طيب نشوف الثانية العمل شرف العمل كسب العمل ثروة طيب ثلاثة ها هي ذي نصيحتي يا بني قلتها لك قبل أن تأتيني منيتي ها أي الثلاث فيها تحضير أو أسلوب تحضير نعم حسنتم الثانية قلنا العمل شرف والعمل كسب والعمل ثروة طيب الأمر الذي حظ عليه ما هو الأمر الذي حظ عليه في العبارة الثانية؟ نعم حسنتم العمل إذن هو المقصد العمل هنا عبارة فيها سلوب تحضير والأمر الذي حظ عليه هو العمل طيب مشاهدونا ثالثا أذكر القيمة الصريحة التي ظهرت في هذا النص هناك قيمة صريحة ظهرت في هذا النص ما هي هذه القيمة؟ نعم أحسنتم القيمة التي دعا إليه الكاتب اكتساب وتعلم حرفة معينة يستغني بها المرء عن الناس إذن القيمة التي دعا إليها الكاتب اكتساب وتعلم حرفة معينة يستغني بها المرء عن الناس طيب اتنين أبين المعنى الذي تضمنته العبارة التالية أبين المعنى الذي تضمنته العبارة التالية نشاهد العبارة وهذا العمل يجعلك بعيدا عن أنياب العوز والحاجة ما المعنى في هذه العبارة؟ ما المقصود في هذه العبارة التي ذكرها الأب إلى ابنه؟ وهذا العمل يجعلك بعيدا عن أنياب العوز والحاجة حببين للنفس طيب أسأل نفسي ما الحيوانات التي لها أنياب؟ وهل هذه الحيوانات مما يدخل البهجة والسرور في النفوس؟ وما علاقة العوز والحاجة بهذه الحيوانات؟ تفكر في ذلك؟ نعم نكمل أقرأ المقطع التالي من النص ثم أحكم على مدى وضوح الفكرة أو غموضها إذن أقرأ المقطع التالي من النص ثم أحكم على مدى وضوح الفكرة أو غموضها نبدأ فقرات المقطع ليس المال كل شيء في الحياة يا ولدي بالمال الوافر تستطيع أن تشتري أحسن الغذاء لكنك لا تستطيع أن تشتري الرغبة في هذا الغذاء بالمال الوافر تستطيع شراء أنذر الدواء لكنه يعجز أن يقدم لك الصحة والعافية وبالمال الوافر تستطيع أن تستأجر عمالا يعملون لديك لكنك لا تستطيع أن تشتري إخلاصا وأمانة ها بعد قراءة هذا النص نحكم على وضوح الفكرة وغموضها ما رأيكم هل الفكرة واضحة هنا في هذا النص وهل تتفقون مع الكاتب ها أحكم على مدى وضوح الفكرة وغموضها طيب نقول أتفق مع الأب فالمال ليس كل شيء في الحياة ولا نستطيع أن نشتري به العديد من الأشياء فالفكرة واضحة إذن الفكرة واضحة الباء الأب يقصد أن المال ليس كل شيء في الحياة ولا نستطيع أن نشتري به العديد من الأشياء طيب نشاهد هنا ليس المال كل شيء في الحياة يا ولدي والعبارة الأخرى وهذا العمل يجعلك بعيدا عن أنياب العوز والحاجة وعندئذ تكون السعادة والراحة والطمأنينة في متناول يدك واحد بيان الرأي فيما ورد من أفكار في العبارتين السابقتين مع التعليم ها ما رأيكم في أفكار العبارتين السابقتين؟ ليس المال كل شيء في الحياة يا ولدي وهذا العمل يجعلك بعيدا عن أنياب العوز والحاجة وعندئذ تكون السعادة والراحة والطمأنينة في متناول يدك ها ما رأيكم؟ نعم أتفق مع الأب أحسنتم أصد أشياء أخرى لها قيمة في الحياة غير المال تجلب لنا السعادة والطمأنينة؟ ها ما هي الأشياء التي تجلب لنا السعادة والطمأنينة في الحياة غير المال؟ نعم أحسنتم نقول الصحة وراحة البال والوفاء والحب والأمل والزوجة الصالحة كل هذه الأشياء تجلب بإذن الله لنا السعادة والطمأنينة نشاهد ثانيا أبرز مواطن الجمال في العبارة التالية وعندئذ تكون السعادة والراحة والطمأنينة في متناول يدك ها من يبين لنا مواطن الجمال في العبارة التالية؟ وعندئذ تكون السعادة والراحة والطمأنينة في متناول يدك ماذا نقول؟ نعم أحسنتم تشبيه هناك تشبيه هنا حيث شبه السعادة بأنها شيء ملموس يمكن أن أضعه في يدي أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد التدريب الختامي هنا أتخيل أن أحد أبناء الحي كسول خامل لا يحب العمل أو التعلم أولا ما العاقبات والمشكلات التي يمكن أن تواجهه؟ أتخيل أن أحد أبناء الحي كسول خامل لا يحب العمل أو التعلم ما العقبات والمشكلات التي يمكن أن تواجهه هذا الشخص الكسول؟ ما رأيكم؟ ما هي العقبات والمشكلات التي ستواجه هذا الشخص؟ نعم نقول مثلاً عدم توفر المال والاعتماد على الآخرين والفراغ بالتأكيد سيكون بالأغلب عدم توفر المال والاعتماد على الآخرين وأيضاً الفراغ طيب ما أثر ذلك في المجتمع؟ ما أثر ذلك في المجتمع؟ هذا الشخص الكسول؟ نعم نقول ازدياد نسبة الفقر في المجتمع إذا كثر هؤلاء الكسالة وأيضاً ازدياد نسبة الجرائم خاصة السرقات نعم احسنتم بارك الله فيكم نشاهد خلاصة درسنا لهذا اليوم نص الاستماع العمل ثروة في البداية اجتماع الأب مع ابنه وبيان أهمية العمل اليدوي ونصيحة الأب لابنه وبهذا نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم آمل أن تكونوا استفدتم واستمتعتم في هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة